السطو على المساعدات الخيرية والإنسانية من قبل ميليشيا الحوثية والتي يقدمها فاعلو الخير للأسر المحتاجة والأشد فقرا واشترطت تقديمها إلى مكاتب تابعة لها كي توزعها لعناصرها وبحسب الانتباءات والولاء ميليشيا الحوثية اقدمت منذ بداية رمضان إلى نهب ومنع كل أشكال المساعدات التي اعتاد رجال الأعمال على توزيعها سنويا وتشمل سلال إغذائية التي يحرص فاعلو الخير على توزيعها على الفقراء والمحتاجين في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات مصادر محلية قالت إن الميليشيا الحوثية منعت رجل الأعمال حيدر فاهم من توزيع الصدقات والمساعدات والتي يقدمها سنويا في شهر رمضان لنحو عشرة آلاف أسرة في صنعاء بعد مرحلة من التضييق والتقييد للقطاع الخاص وفعالي الخير من العمل الخيري المصادر أفادت أن فاهم يعد من أكبر تجار القمح في اليمن قام على مدى أربعين عاما وبشكل سنوي بتوزيع مساعدات وسلات غذائية للأسر المحتاجة في صنعاء وأوضحت أنه في 2019 أجبر الحوثيون رجال الأعمال على مضاعفة الزكاة التي يقوم بدفعها بذريعة أنه يقوم بتوزيع المساعدات قبل إضافة الإتاوات المفروضة عليه تحت مسمى الزكاة للضعف في 2021 إضافة إلى إجباره على توزيع المساعدات للمستفيدين في كشوفات قدمتها الجماعة وألزمته بتسليم المساعدات لها قبل أن تمنعه نهائيا هذا العام عن توزيع مساعدات متعمدة مضاعفة معاناة البساطة في المناطق الخاضعة لها بطريقة همجية ومستفزة